أحلام بكم مرة أخرى كشفت مصالح الحماية المدنية بالجزائر عن عودة نشوب خمس حرائق أخرى في عدد من القرى بولاية تيزي ويزو وذلك بعد ساعات قليلة من تأكيدها إخماد كافة الحرائق المشتعلة منذ أيام والتي تسببت بوفاة أكثر من سمعين شخص وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد أمس بأن الحرائق التي شهدتها البلاد ناجمة عن فعل من أياد إجرامية وفق قوله أزيح الخطر أخيرا عن ولاية تيزي وزو شرقية العاصمة الجزائرية بعد إخماد كل النقاط المشتعلة تقريبا والسيطرة على الحرائق التي أوقعت عشرات الضحايا بين مدنيين وعسكريين الحرائق المفتعلة بحسب الحكومة الجزائرية خلفت خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية والنباتية والممتلكات العامة والخاصة آخر الأرقام الصادرة عن الدفاع المدني تفيد بأن محاولات السيطرة عن عشرات الحرائق متواصلة في إحدى عشرة ولاية جزائرية أخرى من بينها الطارف بجايا وجيجل شرق العاصمة عبد البسط كالي من قرية الأربعى نثيرة بولاية تيزي وزو شرقية العاصمة الجزائرية الشرق